هو مجرد أنه وصل إلى الرئاسة هو يريد أن يفرد أفكار دائما هايش شخصيات المثل هذه سوف نشاهد في الفترة القادمة موقلات غريبة وجديدة أنه الأفكار السحرية المبتكرة سوف نشاهد كلمات هو سوف يبتكرها من عنده من وحي الخيال سنبدأ نشاهد كلمات يقولها لكي يستفز الطرف الآخر ليظهر أنه هو أكثر قوة كل هذه الأشياء تبين جدا أنه أنا الرئيس وبيحاول يظهر أنه تبعته بشكل غير طبيع حتى لما كان نازل من السير وهذا كان أول من المشاهد أن الناس حكموا عليه كثير جدا أقل حاجة أنا مش بتكلم أنت رئيس جاي من الجهة العسكرية أو أنت جاي من بيت فقير أو متوسط أنت بالعكس تفهم في الإتيكات الرجل أشعر كطفل في الحضانة متلهف أنه يروح البيت أو يدخل البيت الجديد كان متلهف جدا أنه يسلم على أوباما وبدو يدخل على البيت الأبيض وتناسى ونسى يعني ممكن لتنين مع بعض أنه حتى ينتبه إلى زوجته لأنه هذا الطبيعي التقاليد يعني أنا كشخص عادي أو أنت يمكن في بعض الحال تعملوا مع زوجتك تنتبه إلى زوجتك أنه مفروض تكون في إيدك عشان تخشوا معها البنزل الجديد أنتوا هتعملوا هذه الأشياء التي أنتم ممكن تدخلها بسيطة هي مهمة جدا تؤكد شوف الشخصيات دائما النرجسية والشخصيات المغرورة بنفسها بهذا الشكل طبعا عنده كمان موضوع غرور الجمال والقصص اللي كان يحب ملكات الجمال ويعمل يرعى هذه كل الأشياء هذه كلهيتها هؤلاء الشخصيات سوف تكون مادة خصبة جدا للصحفين ولا البرامج والتلفزيونات لأنه عنده سقطات سوف تكون كارثية بشكل غير طبيعي لأنه كل ما يزداد الغرور بالعكس كل ما حيستاد مع الأخطاء تابعته